السلام عليكم ورحمة الله ارحب بكم مع عزائي الطلبة في درس جديد واليوم رح نتحدث عن تمرين ثلاثة من شابتر هداعش وياكم الاستاذ محمد نجم النوفولي وخلينا نبلش بهذا التمرين تمرين سهل جدا كل اللي اريده من عندك يقول لك عندي اسماء هنا اريدك تدلي ما هي العلامة اللي من خلالها عرفت انه هذه الكلمة اسم فمثلا الكلمة الاولى عدنا هذه الكلمة دير المفتاح الحال هي فيو اذا انت دائما من تلقى فيو تلقى وياها اسم من تلقى فيو تلقى وياها اسم رقم اثنين حسب ما هو يقول عندنا كلمة ذات اسماء الاشارة this والذات والthese والذوس كليتها يعني دلالة على الاسم رقم ثلاثة حسب ما هو يقول it's طبعا صفات التملك كليتها it's دائما دلالة على الاسم بنقول it's معناها هذه اسم بنقول it's معناها اسم يعني من اقول my book كتابي يعني من القى الماي هي معاها علامة على الاسم يعني ما اقدر اقول ما الا عندي اسم ما اقدر اقول صف الظماهر الا وجود عندي اسم رقم اربعة هي يعني الماي رقم اربعة يعني هي الماي او الذير الماي او الذير ذير همه هي ماي وذير همه نفس الشيء نفس الشي. رقم خمسة عدنا بوث. رقم خمسة عدنا بوث. هذي بالنسبة لتمرين هداعش ثلاث. يعني بوث هي علامة على وجود اسم. بوث هي علامة على وجود اسم.